السلام عليكم وينما كنتوا أمسيتكم سعيدة إن شاء الله بالوردرش سيناكم وبالخير من سيناكم يا أحلى مشاهدين وأحلى متابعين إن شاء الله يا ربي كامل بخير وكل عادة مستعدين باشتوفوا الوصفات اللي جيتكم بيها أنها اليوم لكن قبل ذلك تحية كبيرة 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 كم الفريق اللي مرافقين هاليوم اليوم وقفتنا على الإخراج مخرجتنا نادية خواص ومعنا كذلك الكاميرامان يونس ومعنا ياسين برماق في الصوت بلا ما ننسى المشرفة على المكياج والإطلالة تاعلن هاليوم ريما ياتيك الصحة ريما ياتيكم الصحة كامل فريق التقني ونرحبو كذلك بالسفونسور اللي حاضرين معنا في حصتنا من عجائن سوسيمي وكذلك طن كابدفار والوصفات اللي جيتكم بها اليوم ووصفات ديفا وسهلة اليوم راح نديرو لبوف شتروغانوف اللي هي وصفة روسية ورح نديرو كذلك تشيس كيكس بالكارمال والكوكا والأكيد راح يعجبكم بزاف مقابيرو بسيطة لأكيد قوة قوة في البنة ماكا مقبلة راح نديرو الخبز عندي بزاف ما اجنت معاكم الخبز اذا اليوم جيتكم وجبت معايا خبز بالجلجلان والفورماج يعني بالجبن ونديرو فيه شوية عزيتون خبز من ارواع ماياكم ان شاء الله يا ربيع جبكم المانيو تبقوا معايا كامل حتى نهاية الحصة اذا نبدأ ونعطيكم المقادير باش تدونوها دائما دونو المقادير كما نقولكم اجردو وستيلو باش ميروح لغوست اذا بغلو بوف شتروغانوف عندي حبة بصل كبيرة او لاحبة ونصف نشوف نقطع ونقلكم عندي سنينات داع التوم عندي ملعقات على متاقت عندي كخاف خاش عندي كذلك تماطم تماطم مصبرة انا كنت عندي هنا تماطم مخدمتها انا دوق حبيت اليوم الطيب بها عندي ملعقات على خل ملعقات على سكر اكيد زبدة وزيت مكعبين عمرق وعندي دايشون كينيرو فري ولي الفطر الطازج لكن ما وجدته تقدروا تعوضوه بالمعلب كمية صغيرة فقط وعندي شرائح تعل لحمة اللحمن اللي بدي تنقطع فيهم وخليت لكم قطعة صغيرة باش شوف كيفاش قطعتها اذا كالعادة دايما مقلة انا لازم تسكن قبل ما ندير الوصفة قلت هنا عندي لحم قطعتوه كما راكم تشوفو املي قويت شرائح ارقاق بالطول يعني شريحة الكبيرة قطعتها وخليت شريحة صغيرة نقطعها مع بعض ونقطع كذلك لبصل شرائح ندير معهم داي شامبينيون يعني وصفة سهلة لكنها بنينة بزاف ورح نقدمها مع دي سباكيتي من السوسيني اللي راح تكون كذلك من ارواح ما يكون لازم يكون ورقاق بس كما راحش يطولوا بزاف الطياب راح جيس نقليهم هما اللوني شوفو كما هات شريحة نقسمها على ثلاثة والا بهات الشكل باش يطيب معانا بالخف وهدي هي الوصفة على كل حال وصفة كلاسيكية اضافة ونزيدو نروحو للبصل ونقطعوه كذلك بل ذلك ندير شوية على الزيت بسم الله ونضيرو شوية مارغارين ولا زبدة دايما حسبوش عندكم ف الدر ونا كما لابتكم دايما نحب البساطة وكما يكونش مكوين وقلكم باش تعوضوه لان اليوم عندي ملعقة مليحة عمارغاغين نغير البلانش ونقسل الموس بس كو استعملت اللحم وكما على بالكم البلانش تعل الحم والخضار ما لازمش تكون نفسها يعني لازم نغيرو البلانش إذا كان استعملنا الحم والخضار والحوت مام لاجون هنا راح نحط هاداك اللحم هو اللوول كما قتلكم في الزيت في الزبدة عفواً نقوم بتحمر مليح ونبعد نحوه وفي نفس المقلة نكمل الخدمات هنا عجائن سوسيمي تفكر فيها بلي لازم الوقت هذا هو الوقت باش نحطها بطيب نحطتها كاملة مقطعتها نضغطها لم تفضل حقها في الديكور أتفضل ملح نضيف ملح ونضيف ملح ونضيف ملح ونضيف ملح ونضيف ملح نستعمل فقط ملح فلفل كحل وشوية العكري توابل بوف استروغانوف نضيف ملح ونضيف ملح ونضيف ملح ونضيف ملح ونضيف ملح ونضيف ملح حضرت كمية الخبز لكي يكفينا الوقت في البرنامج نخرجها طابت لوجود ملح ملح المنطف نضيف ملح كما تزول المور نضيف ملح لا تقسموا بصل شرائح لا تقسموا بصل شرائح كما تحبوا قطعوا مكعبات رقيقة لكن الوصفة التقليدية تقسموا بصل شرائح ودبلوهم ملاح 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 حتى يتكرمل تقسموا باللون البولي اضطينا ونتخب الكولور الاصص وكذلك كلبنا لا نهضروا وشعليها يعني البننا مضمونة لنا نهضر لكم على الشكل يعطيكم صحركم تجغبوا تبعتوا لي على الصفحة التاعي بارك الله وفيكم والله نفرح نشوفكم ناجحين ونشوفكم اللي جامي طيبوه حتى السيدات يرسلوني سيدات كبار تحستين سنة وسبعين سنة ربي يحفظهم ان شاء الله هم ماتنا ويطول في عمرهم ان شاء الله ويعطيكم صحة الحفاوة اللي تلاقوني بها برا كي يتلاقى بكم وكلامكم لحلو يقطر عسل بارك الله وفيكم ربي يخليكم ليدي من قولكم تماما هما رسمالي ربي يعيشكم ان شاء الله وانا هنا في خدمتكم يعني بلا مزيتي هاد الوصفات ولكي نلبلكم طالباتكم بلا مزيتي انا هدا هو العمل تاعي ونحب يعني نتفانا في العمل تاعي لاني نكون معاكم صادقة ميا بالمية هدا ما كان سينو هادك واجبي يعني بلا مزيتي ما تشكرونيش عليه كامل هادك الشكر نحرك سباكيتي تاع سوسيمي يجب نحركوهما سينو كل حاجة يجب توقفو عليها يا البناتي يلا كنت خلتو جديد وكنت ببعتو لي ما نحطوش الحاجة الطيب ونروحو بعيد ننساوها كل حاجة توقفو عليها حتى وتكون سهلة قطعت الحبه اللوله سنزيد لها الحبه الثانيه حبه صغيره الثانيه يعني واحده كبيره وواحده صغيره يقول لك اللي يحب العسل يكتر من البصل يعني صاح البصل بنين بزعاف خاصة الكي يتكرمل ويبدأ يتلق سكوته والبصل ما يتلقش حلاوته حتى يبدأ يتعسل قطعتهم كامل شرائح نفس السمك زود حبه تبصل هنه قرن نغلقلوا الماسام كي ما راكم تشوفوا فيا على الجهتين ونقلبوا مليح ما ننخلي حتى واحده ما هيش مقلبه النحي اهلا غجو بخفاف انا سيات غامقة شوية هلو غنه حشا رائح وهاد المقلب كي ما راهي يعني بها بهاد السائر اللي فيها نكمل طيب فيه اللي بصلوا باقي المكوينت لقد اضغتها للملح نحن نحن نضيف لنقوم بجانب ملح في قسمة الملح لديها وشيئ وشيئ الملح 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 يأتي من بعد اللحم الملح 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 الغول الملح 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 الشمبينيون نقطع الشامبينيون اليوم الحمد لله اليوم صبتهم عندي سمانة ونا نقول لكم ما صبتش اليوم كي لقيتهم فرحت بزاف على قول تدير بيهم نغست نعود لكم لشامبينيون ما يتغسلوش يعني لي ما حضرش معانا من الول لشامبينيون ما نغسلوهونش لشامبينيون عندهم لتكستور دون إبنج يشربوا الماء ويتغير اللون ويتغير الدوقة بتاعهم نمسحوهم بارك شمخوان بابيه ولا سريبيتا ونمسحوهم ممليحين اني تقدروا تحكوهم بيهم الصح ما تغسلوهوش والشامبينيون تبان كمية كبيرة ما تحبط يدبالو كي مال بصل قيمة غذائية عالية بروتين نباتي من كلات حصلتوا عليهم ما تبخلوش روحوا ماء 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 دعوني ما سوف تقلي فيه اضعوا واغطيوا ويجعلواها لتشاهدة من لا تقلي اضعوا شامبينيون دعوني ما يتقلي دعوهم لا تقلقوش عليهم كمبلات مو عفوا نزيد قطع التوم انا رجعت لابلونش قطع التوم و دعوه يتقلى معاهم من بعد باقي المكونات بشوية بشوية حتى نذيروهم كامل توم ارابيوه و لا تحبوا تقطعه كما انا لا يوجد مشكلة لكن لاجهكم الصحيب دعوه برك في العغة نضيفه كمية من الملح و اكرازي و مليح نضيفه كمية شامبيون و البصل نضيفه كمية شامبيون و الزيت و الزبدة نضيفه كمية شامبيون 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 و الزبدة وضيفه كمية شامبيون و الزبدة عجينة خبز عادي رطل فارينا مغرفة كبيرة سكر مغرفة صغيرة ملح رباح فنجل زيت ملعقة ملعقة بودرة حليب نعود لكم رطل فارينا ملعقة بودرة حليب ملعقة خميرة ملعقة سكر ملعقة صغيرة تاعم ملح حبا بيد 4 كاستعز زيت طب ميتها بالماء قدرت فيها شوية زعتر لديكم اختياري قلت لكم على كي تلاحق شتاز زعتر والزعيد تراهد وكمن وليما نتخلش عليهم اي حاجة نعجنها راح ندير لها الزعتر قلت لكم عجينة عادية طب ميتها برك يعني ما عجنتها شوقت طويل يا ربيزوش قايق غلفتها وخليتها تقدروا تستعملوا اي وصفة تح خبز عندك اي وصفة تنجح لك تقدري تستعملها في هاد الوصفة يعني مشي مشروط هاد لاغوسات اللي درتها خليتها تخمر قطيتها حطيتها في مكان دافي حتى طلعت بهاد الشكل شون ديقازيها نخرج لها الهوالي فيها ونجيبوا الميزان ترجوغ نستعينوا بشوية فارينة تحصو سيمي اللي حاضرة معانا قلت لكم منقدروش نستغنو على الفارينة ولا السميد ولا على اللي بات انا حندير دي بول انا حنديرهم 80 غرام انتوما لكم الاختيار تكبروا ولا تصغروا يرجع لكم حسب افراد الاسرة يعنينا بالنسبة لي 80 غرام مليحة بش يكملوها يعني تشبه وما تكونش كبيرة بزاف 80 غرام اللي نعود لكم ديروا عجينة خبز اي عجينة نجحة معاكم قلت انا لي درتها ارطة الفارينة تحصو سيمي حبا بيض مغرفة سكر مغرفة خميرة وملعقة صغيرة على الملح وبودرة على الحليب درت ملعقة كذلك ولا تعجنوها بالحليب دي غاكترمو هادي نضغف نزيدها شيوشي يعنينا رايح حوالي 82 غرام هكاك نحيو الميزان هكذا نكوروهم ودايما كما قلت لكم العجينة غير تمسوها لازم تعود ترتاح باش تقدروا تعودوا تخدموا بها يعني هادي قاعدة دايما دايما عندنا متابعات جدد نرحب بيهم معنا يعني عندنا دايما لأسلة تعني راه يتكبر ملغنبوليهم انتو ما تطوهم فردان انتي تندوربو يعني وقت صغير تعزوجوا لثلاثة دقايق وتعودوا ترجعوا ليهم تغطوهم اكيد مش ميدربوهم لكم شريح وترجعوا ليهم ما ننساش نحرك لازم توجوك مالقغير نقليه مدة طويلة يعني راح ياخد وقت شوية نخلي وهدو كوتي ونرجعوا للخبز التاعنا هي رشة صغيرة بركفارينة يعني ما نكترش ونحل بيدي قالوا غلا خليتوها ترتاح راح تتحلكم فاسي المو ونقليه من وجد انتي بلاتو ونقليه 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 فيديو ونقليه قليلاً اصليها ونقليه 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 مضوطة وصفات راقية تشريوا هذا الخبز برا واشحالة حيث يسقى منكم وما يجيكم شبنين كيما تخدموه انتوما نستفهم قبل ومن بعد حنكمل الخدمة فيهما عفوا انا مالي لفاغين اذا عندي فاصل قصير ونعود نرجع لكم قوموا معنا وطرحوا شبايت ملعقة على دبس التمر ولا دبس الرمان اللي يمع كاشكا من ديرو شوية على القهوة من بعد هذه الخبزة كما راهي رمتها في الجلجلان من بعد كيف شدرت لها يعني باش تفهموا معايا فتحتها بهات الشكل فتحتها وهي رأي مع مرة في خماجة خشتو معايا درنا في هالو في خماج غابي تاخدوش عندكم انا متلا اليوم انا كنت تعرفوني ما نقدش نستغنها الفلفل الاحمر نقلت لها شوية زيتون خضر شوية فلفل ندير لها زيتونك حلا ونعدى وش راهو عندي حاليا وعندي طومات سوريس كذلك ونزيق لها شوية فخماج غابي على الوجه تخمر كما شتو معايا ياربي خمس دقايق ونعاود ندخلها للفوخ خوبز ونبدأ خبز خبز مستخدم ثم تفتح بخماج غابي غابا ندخل نضيف لديك بخبز يمكنك استخدام الأنسان قليلا بصوص طوالة و قليلا بصوص طوالة يطلع بالخف كما اقوم باستخدام و هو راه يخمطه و ندخله لرفوق الذي ساتن مسخن من قبل بالتبصر يتقلب البصل التاعي يتكرم المليح و الأساس الوصفة هذه البصل و الشمبينيون يجب أن نضع ملعقة ملعقة فارين التي يخطرون بها الصح كامل هذا هو راهو يطيب ونروح ندير التحليه لا يبقى لش بزافة شوفوا كي تشوفوا هكا بداي يلسق شوية مغان نعرفوه باللي راهو قريب يوجد نزيد نخليه شوية نجيب ابتغي سيبيون باش نروح للتحليه لكي تشوفوا معي كامل الخطوات والمقادير اللي عندنا فريم بسيطة ندير هنا الزبدة تعدو بفوق النار نطل على السباكيتي سيبون ونصفيهم طابت ونصفيها نطل على السباكي من الأفضل يجب أن نجح الطعام لا نضيف الزيت لنضيف الزيت نضيف الزيت بعد هذه الأصوص اجلهم طعام رجلهم بالمبارد نقص قليلا نضيف طيابه نضيف النمائي نضيف الكرمل نضيف المكونات نضيف زيادة نضيف الملعقة نضيف الملعقة نضيف الملعقة أخذت ثلاثة غرام صامت أخذت ثلاثة 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 كوكا والزنوات كوكو قم تظيف ت survive ثلاثة في ناع نتصف من ذبادة ثلاثة 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 ح upgrading ثلاثة فقط ألف خميت فخش نضيف الكرام خلفي أسفل من الحليب مسلسة مع هذا الكرام شانتي نضيف مغارف حليب مقرد كما نضيف ممتاز نضيف الحليب المقرد لا يوجد حليب محلة نضيف الزوج مغارف سكر الزبدة نكمل المقادير نضيف الزبدة نضيف خمسة نضيف موضوع نضيف مرحل نضيف مرتبط يجب أن نضيف مرحل نضيف مرحل نقوم بتحضير سباتول نضيفها ترتفع بلاده نضيف الزبدة نضيفها 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 ملعقة طباطم مصبرة ملعقة في ملعقة نضيف ملعقة أجل ملعقة نضيف ملعقة قمت بتحصيل الخل و مكعب بشكل مرق نضيف رشة على سكر على الخل لا يوجد قارص نضيف مغير فارين نضيف مزيدة في الخل نضيف مزيدة على الماء و نضيف مزيدة و نضيف مزيدة مع سباكتة سوسيبي و نضيفiling و نضيف منوبات 2012 فرنا نضيف مزيدة و نضيف مزيدة يجب أن نقوم بخمج ونقوم بخمج سواء هذا أو سواء بخمج نضربه قبل أن نقوم بخمج دخلت الخبز على 200 درجة ثم نقصه 180 درجة لنقوم بخمج ثم نقوم بخمج لنقوم بخمج لنقوم بخمج نقوم بخمج نقوم بخمج نقوم بخمج نقوم بخمج نقوم بخمج وصفه سهله بسم الله قلت نضربه لكي لا يصنع نقوم بخمج نضيفه للخليط وضع الحليب المحلع المركز نضيف الفرق نقوم بتحضير كرامل 300 جرام سكر في كسرونة تولي كرامل تولي كرامل بلعقل ما تحركوهاش خلوها كي مراهي مع الاخر هزو بركلا كاسخور ونزيد الها نصف الكمية تحاك خامفخش نقوم بتحضير كرامل نقوم بتحضير كرامل نقوم بتحضير كرامل نقوم بتحضير ميز تحضير كرامل نقوم بتحضير كرامل نقوم بتحضير عمان نضيف نصابه نضيفه ربما نضيفه نضيفه نأخذ هذا القاطو مع زبدة قلت تقدروا تزيدوا فيه مكسرات تقدروا تزيدوا قلفات تقدروا تزيدوا هيل يعني كل واحد هو شي يحب برك لازم تكون اوبون كوش يعني تكون كوش على القاطو شو يخشينا بش يتعادل الدوق يعني لاكخام بزاف شغل تغلبوا لكن هذا القاطو نزيدوا لها الكرام من الفوق بالكاوكاو بانك قلت لكم نزيدوا 300 جرام تاع السكر كي تكرمنا نزيدوا عليه 150 جرام تاع مارغارين عفوا نتاع الكرام فخاش ومن بعد نضيفوها يبرد ونضيفو عليه نصف تعمية وخمسين اللي هي 75 جرام نضيفوها زبدة ونمكسيوها ونتحصلوه نزيدو عليه شي كوكاو ومحمص وحنا تحصلنا على كرامال ولا ابن منو هلو هنا كيما حبيتو تحبو تطلعوه ليبوغ كامل كيما تقدرو ديروه نص دخلوه في الكنجيلاتور سوي عبرك ورح يكون بواجد وليما كنتوش مزروبي غلفوه بابييفين وخلي وهيبات الليلة كاملة في الفريجيدار يعني كي تكون عندكم مناسبة وتحبو توجدوه لافاي يعني ممكن توجدوه تخلي وهيبات في الفريجيدار والصباح ديرو للا ديكوراسيو أنا نروحوا للكرام بسم الله تقدرو ديروهم صغار انديفيديويل فرضيين كذلك يجو شابين مزاف ديك للكرام الله الله شوفوا مشاء الله يعني قبل ما تبرد راهي تبان روعة نايتالي وابرك نسويوها بها السوقت وما خدموه بحقلكم احنا توجوغ الوقت تاعنا ما يسمحش باش نخدمو بيان كوميفو احنا طلحتو باش ما يخرجليش هادا كل قاطو ومن بعد نهاود نسكمه نازمني مبتيت سباتيو لبرك نسويه مليح وندخلو القنجلاتا نسحلو برك لبوغ تيزكيك تاعي هنا راهو واجد ما زلنا برك كرامل ما زلتلي انا نعودو نرجعو اوبا ماغي بسكوه وجدو وجمد لانك نديرو على حمام ماي بشي عاودي نطلق يكون هادا برد شوية نسقيو به نعاودو نسقيوه نسقيوه مطلوب نسقيوه قصير نسقيوه 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 الزي بيس اللي عنا الفلفل الكحل هو العكري. نضغط دخلو الكنجيلاتور يجمد بش يجيني سهل. نضغط دخلو الكنجيلاتور. نضغط دخلو الكنجيلاتور. الدكون. أكبر, الواضع نشفت هذه السوصل. هذا يزيد طيب ! الموتارتها مع فرخه وتفضل اللقاح الموتارت، وحوالي كاست على كرام فخاش بسم الله عندي قلت شوية فلفل كحل عندي شوية العكري اهدا الملح الملح تندوق العصاص ونشوفو لك ان تحتاج ولا ما تحتاج اهدا الملح وفى هذه الرشة تحتاج السكر على الخل لن يجيناش قارس بزاف نضربوه وطلاع الخبز بلكون شوفو معي الخبز اللي درناه مع بعض نحطولو بركة بلونش خبز ما شاء الله من اروع ما يكون بلونش نضربوه مصحاب زيتون فوق هذا الججلان بش نحكي لكم خبز ساهل يوجد تمتم وبنين نضربوه 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 ونرجع الكغامال كي ما قلت لكم انا سبقت حضرت الكغامال نضربوه كي سخن لازم هذه الرشة تحتاج معادي نوس ستزيدنا في قيمة البلاتانا اشتركوا في القناة ماء يجب علينا ماء نضيف ماء قطع التلقل نضيف ماء الضوء يجب عليهم خلال الماء نضيف الماء نضيف الماء اضيف الماء وشوية الشامبينيون يعني بيش مبينوهم يوم ممتان ومميه لبلات عنا وفالر لشامبينيون على كل حال يتكمشوا بصاح لادرتوهم ان كنسرف يعني هادوك تعلي بواتو لتعلي الميزان بيقعدوهوما هوما هنا نسخن فلاك خام عفوا في كاراميل قولت درتوه بالبرنامج وخليتوه جمد نزيدلو شوية تعكاوكاو محمص بسكلو كاراميل ياخد شوية وقت الخبز تعنشتو كاش خرج ما شاء الله نزيدلو متوجودة نزيدلو عفوا في كاراميل وعنص علي المتزاوكاو وممتز جسد نضيف فيه شوية وكيراو كاوكاو ومحمص لكن وين حطيت الكوكاو أنت تدمج المتزاوكاو ولا تنظروا الكوكاو شايفة ونايا هناك الكوكاو 300 قرم السكر اضعها 150 قرم خش اضعها 100 قرم كوكاو اضعها قليلا اضعها لكوكاو الخبز اضعها خبز اضعها فيزا اضعها 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 اضعها